موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أبناء وبنات الأحباء في مادة القرآن الكريم وسنتناول اليوم سورة الفاتحة سورة الفاتحة سورة مكية وعدد آياتها سبع آيات والآن سنتعرف على آداب تلاوة القرآن الكريم مع صديقنا عبد الله مرحبا يا أصدقائي أنا عبد الله لأعرفكم اليوم على آداب تلاوة القرآن الكريم التي يجب أن نتأدب بها قبل وأثناء تلاوة القرآن الكريم وهي الطهارة أن نكون على طهارة تامة الاستعاذة أن نتعوذ من الشيطان في أول القراءة البسملة أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم الخشوع تحسين الصوت واستقبال القبلة والآن يا أحبائي بعد أن تعرفنا على آداب تلاوة القرآن الكريم هيا بنا نجلس بخشوع ونستمع لتلاوة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعد أن استمعنا للآيات هيا نتعرف على المعنى الإجمالي يخبرنا الله تعالى أن جميع أنواع المحامد له وحده إذ هو رب كل شيء وخالقه فنحن نعبد الله ونستعين به ونطلب الهداية منه سبحانه سورة الفاتحة هي أول سورة في القرآن الكريم أم القرآن وأم الكتاب قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني ونحن نقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة وفي كل ركع والآن هيا نردد مع الشيخ الآيات واحدة والأخرى لنحفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله أي شكر لله ربي هو المالك المتصرف العالمين كل ما سوى الله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم مالك صاحب الملك يوم الدين يوم القيامة إياك نعبد نطيعك إياك نستعين نطلب عونك إهدنا أرشدنا الصراط المستقيم الطريق الصحيح الصراط المستقيم الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون المغضوب عليهم من غضب الله تعالى عليهم الضالين من أخطأوا طريق الحق أحسنتم يا أحبائي بعد أن كررنا الآيات وحفظناها فلننصت للآيات مرة أخرى ونلتزم بآداب التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والآن انتهينا من الدرس نسأل الله تعالى أن تكونوا قد حفظتم الآيات وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا إلى أن نلقاكم في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر